اشتركوا في القناة اليوم يا مخصوص حق استدار ليش لاني انا عالنفسي استخدمت الشيء ووايد حلوي بناتك يسألون دكتورة هل تنظيف البشرة بالبيت ممكن في منتجات تستخدمينها من مرة لمرتين بالاسبوط تغنيتش انتش تسوي تنظيف البشرة كل شهر يعني انك تحتاجين كل اربع شهور او ثلاثة شهور فهذه اللي لازم تركزين عليها هي مغسول يومي هي طريقة لاستخدام منتجات تقينة تعطي تنظيف عميق المثال اللي بحطه اليوم دايما كيما احطين قطر تورد توفر اللي هو اسم الأزمو كليم عبارة حق كريم ونظف عميق تحطينه تحت المال شوي وي تكون شوي مبلل وتحطينه وتفركين حبراويكم على اليد وبعده تحطين سفقة من الماسك بعده وتنطرينها بجف شهرين من أرض عليه صدقائي مو تجف بالكلام اللي ينسر ربك تفتدين تفركينها لفوق فتطيح معاه الخلايا الميتة ولأوساخ اللي تراكم من المحط ركزوا معي لأنه راح يسوي لكم تطبيق أنا ما أحب تأخذون الشيء بدون ما تعرفون شلون طريقة تطبيقة الاثنين هذين عبارة عن كريم ووراهم راسك تقشيري تقشر الطبقة الخارجية من الجلد فأنا بنطبق دامكم عشان تعرفون شلون تستخدمونه تركوّر التوفق كان ينقطع على طول أزمو كليم تقلكم معاي وراح راويكم شلون ينطفوا عمق كزاهم الله خير البرانترين بالصيدين يساعدوننا لحي شوفوا أنا اللي بحطه شوفوا راح نحط كمية من الكلينزر صغير مثل كريم شون طريقة تنظيف المنزلي شوفوا أيوان الحين طبعا يكون الوجه مبلل وتفركين فركي حركة دائرية كل الوجه توزعينا على كل الرغبة توزعينا شذي 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 لما تحسينا يبتدي يذقل خلّتش حملة شوفوا شوفوا شون قاعد يسير فيه شايفين يبتدي يذقل يذقل تمام يبتدي يتهلل داخل الطبقات شوي الداخلية لما يبتدي يذقل هني تبتدين تشطفينه بالماء البارد بعدين الطبقين الخطوة رقب اثنين الحين مسحنا الغسول طبعا هنا هني متوكرا مهمو تحت الشاور ولا قاعد غسل هذا بس كعراويكم الطريق الحمّة هنا مثلا بكل نكسة فيها ماء رح نحط هذا رح صور لكم يا هم بنات هذا ماسكي هذا ترى من بيتنا يا بتام خاص فيه من مزين رح نحطه ضغطي منه عفية ايه طلعي منه لنا بيخلّ بصصول العدي ايوه فيه اوكي وسوي طبقه بس وخليها لا تقشرونها ايوه خلوها تخيلوا ان هذا طبعا تحطون طبقه انتو على كامل الوجه حتى تحت العين امن بنات عشان شيء ما شاء الله دعي من يضغل حتى لو تحت العين تقدرين تقشر فيه اوكي تخلينا نخلي الحل انا ما اشرح لكم اوكي تشرلكم اياه نخليه من اربع لست دقائق اللي يعني يبتدي قبل الله يبتدي ينشفح الحل نبتدي نسوي رابنك خفيف رابنك يعني احتكاك ايدنا بالوي تحدي عشان يبتدي تطيح طبقة الجلد الميته والعوساخ اللي تكون من الميك أب اشتركوا في القناة تقلينا هذه اسمه اوزموكلين اي كريمي تشدي حتى نضيف البشرة الخطوة الاولى تغسلها بماء بارد الكريم لما توزعها على وجه تفركين في منطقة الوجه والرقبة طبعا انا لا ينسكم على ايد لكن تتعطونا على الوجه الرقبة الكامل حتى حول العين ما يضر تقدرية استدار من الحلو فيها انما تسويه كل منتجاتها بالماء الخلوي الماء اللي ناسب الموجود يشابه الموجود بالخلايا الجسم الحي خلايا الجلد عشان شيء ما يستهيج واذا كان في منتجات مفيدة راح تتش وتنتص بطريقة اكبر الماء الوسط الماء الحين على ما ينشف نخلي تشف دقيقة بعدين حطينا الماسك نسمه شفته وقم قصلنا الويه بماء بارد بعدين ننطر الماسك يتماسك من اربع لست دقائق وبعدين قبل لا يشف بالكامل تبتدون تحركون شديدة فوق بالويه يبتدي يتكشر روعة 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 شوفوا الحين البنات كاي يساعدوني شوفوا 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 شيفينه شو تكشر ترى حطيناه مثل كريم كملي كملي حطبقه حلو تمام شوفوا ترى ما حطينا ماء الى الحين شوفوا يعني من اقوى المنتجات عند استدارم وهو زمو كلين عندي نمبر ون نمبر ون الخطوة الاولى كريم خفيف على البحرة وتغسلينه بماء بارد عقبة تحطيه الماسك ماكو اربع لسة دقائق بنات رجائن اللي بتاخذونه البشرة الدهنية والمختلطة شوفوا البشرة الدهنية والمختلطة من مرة لمرتين الجافة والعادية يكفي مرة فقط يناسب جميع البشرات ايش يحصل لكم يامس اقول عنه وان شاء الله بالمية بحفيدكم باذن الله بنات حك تنظيف البشرة ممتاز جدا يفرق على الغسول الغسول شيء هذا مرة برسبو حق بشرتها جافة جافة وعادية ومرتين حق اللي بشرة الدهنية والمختلطة مثلي والطريقة راودكم اياها شوفوا انا واقفة على طول سويني تقشير يعني الطبقة اللي وراها الحين الاعمار اللي قاعدت تبون عليه اللي عدة 35 نقول دشة الاربعينات يعني توى واحدة واقفة نصحتها باثنين من استدار دام موجود الارضة بيكم تسفيدو منهم لانا وايد عندهم منتجات اول شيء واحد مكتوب عليه EVE Serum Source هذا الحين القوي ليش اول شيء لان في كل التركيبة مو مبالغ بسرعة يعني ما تتلقونه مثل البراندات اللي ورا 300 200 دينار ولا 100 ولا 60 ولا اسعار بمتاحة وجدت تركيبة قوية حق هالعمار اقول لكم ليش الاي في اي سيروم سورس من اسمه سورس شنو فيه؟ فيه حق الاعمار من الخصوطاتين بالاربعينات دشت فيه املاح معدنية فيه احماض امينية فيه مجموعة فيتامينات وفيه البيبتايدز اللي احنا نسميها مفعول خفيف كأنه تعطي مفعول البوتوكس وفيه هارونيك اسد فيها هارونيك اسد حطوا مليون خط تحت هارونيك اسد مليون ما رامسوا بوس وقالتكم معنى اهميته بملء تجاعيد الوي فوايد قوي حق هالعمار اذا انت من النوع ما تحب تطقي لافلة روبوتوكس وهاي اول نطقي بس تحوظن استخدم شي قوي مثل اي في اي سورس سيروم الحراحة كبتور لكم حطيت معاه شي حق منطقة تحت العين مشابه التركيبة قوية جدا فيه رسب الترطيب عالية إنت من سورس امرت عارضة انت ب virus اي سورس أقنع يتابعوني هذا اللي قلت لكم عنه EVA راح تشوفون لونه غير عن باجي استدار متشوفي راح يسير لونه مثل روز جولد هذا عجيب عجيب لقلت لكم تركيبته جدا روعة ويناصب 35 وفوق يعني لانه تركيبته حل قوية راح تلقون في حد في امتلاء حق التجاهد البسيطة وهذا اللي حطت لكم يا حق العين سأسعاره مفتنين هم جدا مناسبة وخاصة للحين لسما قلت لكم يتمره واحدة لمنه قطعتين والثالثة راح تخذونها مجان غير انه فيه هدايا او ما يعقدونها استدار على مشترياتكم بالنسبة لي اهم من الاشياء اللي من استدار من النوايد عندهم العنات هذه بالنسبة لي هي الاهم اللي تميزون فيها البراندفسه هو اللي يتميز ان تقنية الوسط اللي تنقل فيه المواد بالسيرامات اللي تنقل فيه عن سيرامات مثلا كريمية سيرامات دهنية سيرامات فيها مائية والتركيبة تكون الغنية داخلها ايه الماء اللي يستخدمونه لنقل هذا التركيبة اللي داخل الجلد هي تقنية السلولر ووتر وهو الماء الخلوي لذلك الامتصاص يزيد مع نسبة تعييج اقل لازم تفهمون التركيبة ولاش هم اخذوا فيها براءة اختراع بالذات حق هالشيء لان الوسط اللي ينقلوا فيه التركيبة المنتازة بالسيرامات هي تختلف عن غيرها زمو كلين واللي والدتها مثلا تحتاج شيء ولين الحين ما اخذت ولا شيء ولا هاملة نفسها وتبي مرتبات زينة للأمانة لاشياء اعطت لكم ياها وايد زينة عن نفسي يعني ما اي اللي حق تغطيات لبراندات اختار منتجاتها بنفسي يعني ما ينفرض علي اي منتج اختار المنتج وانتقي على حسب تركيبته ملائمته وشنو يخدم يعني مثلا مشاكل البشر 45-45 وفوق شنو مشاكلهم مشاكلهم تجاهي بهتان وما في الوي حيوية فلازم نختار شيء في أملاح معدنية وحماض أمينية ونختار شيء في هاروني كسد عشان شيء حطيت لكم ياهم لما تكون تعرفون شنو تختارهم هذا الغرض هذا أركنهم بصيدلية جمعة بشرف يعني هو برغاند عنده جميع الأشياء اللي أمانة بس شوفه دايما أفصل الأشياء اللي أبي أتكلم عنها هذيلة المنظف مع الماسك التقشيري ماسك التقشيري ترفيه فاربي لما أنت تشيرين تشيرين الطريقة معينة وراح سأسولكم إياه أساسا اللي يبتتوى معاي وقع جربة على إيد البنات خاص فيه يبتهم البيت انزيل وهذا حق اللي والدتها وإيه مثلا من خبزة ثلاثين فوق أربعينات تأخذهم حطيتهم هذيلة كنت بأخذتهم أنا بسفرات المسافر وايد وايد أتكلم عنهم شنو ميزة هذي للباتشز أهم الأزقاط للعين بس ميزتهم انتي هذا ما يغنيش أسيرهم يعني لازم أحط مرتبات ليلية بس تيني فترة عين مرهقة ما فيها دون تحت العين بس فيه انتفاق يروح ويردوا خاصة أول ما أقوم الصبح أو بنهاية اليوم يصير انتفاق مع جوية إرهاق هذه فيها كفايين وفيها كل التركيبات اللي أنصر فيها تحت العين بالإضافة للكفايين اللي قلل الانتفاق فحلوة يعني كريمات الليل ولكن استخدام مكثث قاعد تستخدمين كريمات بالإضافة عندش انتفاقات طب انتفاقات باتكن دهنية لأن انتفاقات دهنية لا تستخدمين عبارة عن باتشز تقريبا تستخدمين مرتين بالأسبوع من الباتش هذه اللزقة تحت العين لمدة شهر تكفيش العلبة يعني حتى لو عندش مناسبة وعنش مرهقة ووالي تنفعش بس لا تستغنين عن مرتب حوالي العين فيها نسبة كافيين تقلل الانتفاق بحكل ملحوظ بنات حكب كاتشر لكم يا بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر